معاني أطباء وموظفون مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال من التأخير الطويل عند وصولهم ومغادرتهم إلى المستشفى الواقع على الضفة الغربية من مدينة الفلوجة وأكد أطباء المستشفى أن الجسر القديم تم افتتاحه كمخرجا فقط مطالبين الجهات الأمنية بتسهيل مرورهم من الجسر القديم باتجاه الفلوجة ومعاملتهم إسوة بالعناصر الأمنية لتسهيل مرورهم وحركتهم في نقاط التفتيش نحن كنا نتوسم في افتتاح جسر الفلوجة نحن نبارك طبعا لأهل الفلوجة هذا الإنجاز لكن نريد نستفيد منه بشكل عمل لهذه المؤسسة لكن نتفاجئنا أن الجسر كان للخروج من المدينة وليس الدخول إليها وهذا ما ضعف فينا فائدة للمستشفى فنناشد السادة المسؤولين أن ينظروا في هذا الأمر خدمة لصالح العام الذي يعاني من هذه المشكلة هو مستشفى الفلوجة النسائية والأطفال حيث أننا يوميا في نهاية الدوام يجب علينا أن نذهب إلى سيطرة الجسر الجديد ونقف بالزحام بالزحمة الطويلة وننتظر الدور حتى ندخل إلى المدينة قد يأخذ هذا وقت 45 إلى 60 دقيقة يوميا حتى ندخل للمدينة وهذه معانات كبيرة بالنسبة للأطباء على وتعالى أنه بالنسبة للمرضى والمناسبة للناس الذين يأتوني للمستشفى باستمرار نحن نحن نقدم مناشدة من خلال قناتكم قناة الفلوجة إلى المسؤولين المحليين والمسؤولين الأمنيين لتسويل مرور الأطباء والكوادر الصحية من وإلى مستشفى الفلوجة النسائية والأطفال نحن بعض الحالات تحدث عندنا يستدعونها كحالة طارئة لا نستطيع أن نصل إلا بعد مرور ساعة ما فائدة وصول الطبيب بعد ساعة نحن عددنا كلما يتجاوز 30 طبيب الناشد نحن المسؤولين المحليين المسؤولين الأمنيين أن يساوون أسوة بالقوات الأمنية يخلونا طريق خاص ندخل به ونخرج إلى المدينة